لم تختلف حلبة الصراع السياسي في العراق قبل إعلان نتائج الفرز اليدوي عما بعد إعلانها لا بنتائج الصندوق ولا بجدوى صراع الميدان فالنسبة التي أعلنتها المفوضية بتطابق وصل لتسع وتسعين بالمئة في بغداد ومائة بالمئة في باقي المحافظات لا تستقيم منطقا وتاريخا مع واقع العملية السياسية في العراق والوضع الفوضوي الذي يشوبها بالإضافة إلى الشهادات والوقائع عن عمليات التزوير الواسعة في الانتخابات الأخيرة فلم تحمل النتائج أي تغييرات في الخريطة السياسية لكنها أظهرت من جهة أخرى مدى تأثير الأحزاب ونفوذها بمؤسسات الدولة بما فيها تلك التي يطلق عليها صفة مستقلة كمفوضية الانتخابات مثلا ولأن التوقعات كانت تشير لتغيير بنحو الأربعين بالمئة فإن الاتهامات طالت من جديد القضاة المنتدبين بتحميلهم المسؤولية عن أكبر عملية تزوير في تاريخ العراق كما أكد ذلك عدد من النواب الخاسرين الذين قالوا إن من حمل وزير الفاسد بالأمس يقوم اليوم بحماية المزور لإدخاله البرلمان بل ويقوم بتشكيل الحكومة معه بعد أن زورت الانتخابات وسيست المفوضية أن الذي يوفر الحماية للوزير المفسد والمسؤول الذي يحتال على المال العام بلا شك يتمكن أن يوفر الحماية للمزور وأن يدخله في صفوف الحكومة ويجلس على مقاعد البرلمان ولأن المسافة بين المتصارعين باتت صفرة فإن طوية صفحة الانتخابات والبحث عن تحالفات تفضيل كتلة البرلمانية الأكبر المعنية بتشكيل الحكومة كانت ساحة الصراع الجديدة لكن الكثير من شركاء العملية السياسية يرى أن الحكومة لن تتشكل وأن الوضع السياسي في البلاد متجه للانهيار إذ من غير الممكن أن تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاقات بشأن تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر نظراً للخروقات الكبيرة وعمليات التزوير التي رافقت الانتخابات بحسب النائب رحيم الدراجي الدراجي أكد أن الحكومة حتى وإن تشكلت فإنها ستنهار في غضون أربعة أشهر لا سيما وأن الدستور الحالي ما هو إلا أكذوبة كما أن القانون لا يطبق إلا على البسطاء من الناس أما الطبقة السياسية فهي بمنآ عن القانون والمحاسبة بحسب تعبيره